بعد دخول الهجمات التركية على إقليم عفرين يومها السابع على التوالي وتصاعد عمليات قصفها الجوي والمدفعية على الإقليم الأمر الذي أدى لسقوط ضحايا مدنيين في كل يوم منذ بدء الهجمة والأمر الذي دفع العديد من البلدان للتعبير عن قلقها وأخرى دعت لكبح جماح تركيا واعتدائها على عفرين القيادية في الحزب الاشتراكي الاجتماعي الألماني كلوديا فلات هازر ذكرت على الحكومة الألمانية خصوصا وأوروبا عموما رفع الكرت الأحمر في وجه الهجمات التركية على إقليم عفرين جميع يعلموا أن الكرد هم من حاربوا تنظيم داعش الإرهابي فكانوا الأمل بالنسبة لألمانيا وأوروبا وكل العالم وكان يجب على تركيا أن تعيش ذلك معنا من المهم جدا على ألمانيا والاتحاد الأوروبي والعالم أن يضع قوانين وخطوط واضحة لتركيا حتى تعود وتلتزم بالقواعد والخطوط العامة للسياسة الناتو وأن تقوم بإصلاحات في الداخل التركي خاصة عمريات السلام مع الكرد هكذا تركيا أهلا بها أغير ذلك هي ستكون في صراع معنا هذا ويذكر أن الأمين العام لحلف الناتو سيناقش الوضع في شمال سوريا بعد طلب ألمانيا وكانت ألمانيا قد أوقفت تطوير دبابات ليوبارد ألمانية بعد استخدامها من قبل الجيش التركي في عفرين موسيقى